السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتسمع عن فطريات الأضافر وتغير لون الأضافر وإن الأضافر بقت صفرة سودة ريحتها وعشة هقولك النهاردة عن أهم العوامل اللي بتساعد في حدوث فطريات الأضافر علشان تتجنبها وعلشان تمنع حدوث فطريات الأضافر عندك تعرف إن نص أمراض الأضافر سببها الفطريات لأنها بتدخل في طبقات الأضافر وتحت الأضافر علشان كده بتخلي الأضافر هشة وضعيفة وتغير لونها للأصفر والسود وتخلي رحيتها وعشة أي شخص في العالم معرض للإصابة بفطريات الأضافر لكن فيه ناس أكتر عرضة للإصابة من غيره هقولك دلوتي على أهم العوامل والحاجات اللي بتساعد في حدوث فطريات الأضافر وبتسرع من الإصابة بفطريات الأضافر أول حاجة عامل الوراسة مهم جدا لو لقيت حد أو أكتر من حد في العيلة عندك عنده فطريات فأنت معرض للإصابة بفطريات الأضافر لأن فطريات الأضافر بتتأثر جدا بالوراة علشان كده بعض العائلات بتكون أكتر عرضة للإصابة من غيرها وفي الحالات دي بتظهر فطريات الأضافر في السن مبكرة فلو كان فعلتك حد عنده فطريات فلازم تفحص قدمك كل يوم ولو لقيت أي تغير فيها لازم تستشير أخصائي القدم تاني حاجة بعد الحالات الصحية والأمراض بتزود الإصابة بفطريات الأضافر زي السكري وضعف الدورة الدموية والإيدز وأمراض نقص المناعة أو ضعف المناعة أو أي مرض يقلل المناعة أو يقلل الدورة الدموية في الأصابع كمان الناس اللي بتاخد أدوية بتقلل المناعة زي أدوية الكورتزون دول أكتر عرضة للإصابة في فطريات الأضافر ثالث سبب الناس اللي بتلبس أحزية باستمراره لفترات طويلة في شغلهم وخصوصا الأحزية التقيلة والدقيقة اللي ما فيهاش تهوية كويسة وبتسبب عرق للقدم أو الأحزية المبلولة لأنها بتعمل بيه أدافية وراطبة مناسبة جدا لنمو الفطريات وعلشان تتغلب على المشكلة دي لازم تلبس أحزية مناسبة للوضع اللي انت فيه يعني ما تكونش تقيلة وديقة وما تكونش مبلولة وتجيب أحزية مصنوعة من مواد بتسمح بتهوية القدم وتمنع تعرق القدمين ولازم يكون عندك أكتر من زوج من الأحزية تغير فيهم على مدار اليوم وبعد الشغل تجف في الأحزية كويس وتستخدم شربات قطنية رابع حاجة الناس اللي بتستخدم مانيكير أو طلق أضافر دول أكثر عرضة للإصابة في فطريات الأضافر لأن الحاجات دي بتحجي بالضوء عن الأضافر والفطريات بتموا بسرعة جدا في الجو المظلم والراطب علشان كده لازم تستخدم نوعية تكون شفافة من الطلاق أو تمسحيه باستمرار خامس حاجة الناس اللي بتروح مشاغل أو صالونات أو عيادات علشان تعمل بديكير ومانيكير دول أكتر عرضة للإصابة وخصوصا لو الأماكن دي مش بتعقم الأدوات بطريقة صحيحة لأن الفطريات ممكن تتنقل من شخص التاني عن طريق أن الأدوات ما بتكونش معقمة كويس علشان كده لازم تتأكد أن الأدوات تتعقمت بطريقة صحيحة والأفضل أنك تروح الأماكن دي في الصباح لأن الأدوات بتكون لسه متعقمة في بداية اليوم السادس عام المهم لحدوث الفطريات هي الأحزية الديقة والناس اللي بتلبس أحزية ديقة لأنها بتضغط على الأضافر فتضعفها وتضعف الدورة الدموية فتخلي الأضافر معرضة للإصابة بالفطريات علشان كده لازم الأحزية تكون واسعة من قدام وتكون عميقة من قدام علشان ما تتغطش على الأصابع والأضافر وتسمح بتنفس القدم وتمنح حدوث تعرق القدمين السابع عامل هو غرف تغيير الملابس وخصوصا للرياضيين والسبحين لأنها بتعتبر من المناطق الرطبة اللي بتسمح بنقل العدوى من شخص للتاني عن طريق الأرضيات الرطبة والملوسة من شخص آخر وكمان بتساعد على نمو الفطريات بسرعة علشان كده لازم تلبس حاجة في رجلك تحميك من الإصابة وتحميك من الرطبة وكمان لازم تنشي في رجلك كويس العامل الثامن الرياضيين والعدائين اللي بيجروا لفترات طويلة لأن الرجلهم بتكون عرقانة فترات طويلة وكمان الشربات بتكون مبلولة فبتساعد على نمو الفطريات بسرعة تسع عامل الناس اللي بتلبس شربات صناعية اللي هي مصنوعة من النيلون لأنها مش بتمتص العرق فبتكون وسط مناسب لنمو الفطريات علشان كده لازم الشربات تكون نوع جيد ولازم تكون قطن ولازم تستخدم أكتر من جزء من الشربات في اليوم ولازم تخسيها لوحدها بعيدة عن الملابس الثانية العامل العاشر والأخير الناس اللي بتستخدم أدوات ناس تانية زي الفوت والمناشف والشباشب والأحزاء والشربات وأدوات تقليم الأضافر كل دول معرضين للإصابة لو كانت الحاجات دي ملوثة من الناس مصابة بفطريات الأضافر أو فطريات القدم كده يبقى احنا عارفنا أهم عاشر عوامل بتساعد في حدوث فطريات الأضافر وبتسرع من حدوث فطريات الأضافر لو عندك عامل من العوامل دي يبقى أنت معرض للإصابة بفطريات الأضافر لادم تاخد بالك من كده لو عندك أي سؤال أو استثار بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وإحنا هنرد عليه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو اتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العظام والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله بحمد وسبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته